أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم أنا مملأ جفوني عن شواردها ويزهر الخلق جراها ويختصمون مرحبا بكم مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونعود معكم مرة أخرى في برنامج الصواعق ونتنقل مع المتنبي والمتنبي عندما نتحدث عنه فنحن لا نعشق شخصه بل نتحدث عن إبداعه عن هذا الجنون في الإبداع وقد أبدع كثير من الناس فنتوجه إلى هذا الإبداع لنستلهم من هذا الإبداع الحكمة والمعرفة ونطبق ما أبدع فيه في حياتنا ضيفي الدائم الشيخ عيض القرني سنتكلم عن صاعقة من صواعق المتنبي كما عودناكم لنأخذ منها الجماليات السلام عليكم شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بأخير أستاذ صالح وبأخير المشاهدين وقول الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله وآله وصحبه ومولاه من صواعق المتنبي يعني هو صاحب الصواعق التي سارت في الناس يقول سيف الدولة وهي من أعجب كلامه أو شعره في الشجعة وقفت وما في الموت شكل لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم هذا يحتاج تفتيك فأخذ الثاني ثم فكه تمر بك الأبطال كالما هزيمة وجهك وضح وثارك باسم يقول أنت يا سيف الدولة أنت وقفت وفي مكان ما سنشكه كلنا أن الموت حاصل وقع فينا الموت قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه نائم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتم أنتم تمر أمامكم الموت وقفت في الموقف الأول في الصف لأو وقفت وما في الموت شكل لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم كأن الردى هذا مخلوق وكأنه نائم وكأنك أنت في جفنه واقف الردى من أسماء الموت من أسماء الموت تمر بك الأبطال كلمة يعني مجروحة من الكلم هزيمة مهزومين أمامك ووجهك وضعح وثغرك باسم التبسم في وقت القتال أعظم شيء ولم يؤثر أن إنسانا ضحك حتى تبدأ نواجده إلا رسولنا صلى الله عليه وسلم في أحد ضحك عليه الصلاة والسلام وثبت هذا رأى نسيبة الأنصارية وتلك السهام وتقع في وجوه الأعداء فضحك حتى نبدأ نواجده صلى الله عليه وسلم وصح في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يناور سعد بن أبي وقاس خالي سعد بن مالك هذا يقول خالفة لنه كل الخالفة أرمى رجل في الصحابة وفي العرب سعد بن نبي مالك يصيف في العشرة عشرة الله أكبر فيقول للرسول الله عليه وسلم أين تريد أن نقع؟ لأن رسول الله عليه وسلم دعاله قال اللهم أجب دعوته وسدد رميته الله أكبر يقول يا رسول الله جعلني مجابة دعوة سأل الله لكم مجابة دعوة قال أطم مطعمك تكم مجابة دعوة شوف أطم مطعمك اللهم أجب دعوته وسدد رميته الله أكبر فكان يلمي قال يا رسول الله أجعلها بين عينيه؟ قال نعم رجل بين عينيه كانوا يضعها بيده فيضحك صلى الله عليه وسلم وقول ارمي سعد في ذاك أبي وأمي ما فده صلى الله عليه وسلم رجل إلا سعد خاله ناتي للأبيات هو أصلا في التاريخ وناس صنعوا ترى ملاحم وحضروا من أشجاع وقد مر معنا عمر بن عدي كريم الزبيدي الأسود المنذر السود المنذر يكون ما كان يبارز بدلع ترى ويرمي باللامة من على رأس يتحدي يعني الله أكبر اضربوا خلاص باللامة يربيها من العراش حتى تقول عشاء وإذا تكون كتيبة ملمومة شهباء يخشى الذائدون صيالة كنت المقدم غير لا بسلامة بالسيف تضرب معلمة أبطال الله أكبر نريد أن نقل الشيخ هنا تمر بك الأبطال كلمة هزيمة ووجهك واضضاح وتغرك باسم وتغرك باسم أكيد أن هذا ليس كل الناس في مثل هذا الموقف الذي يشرق فيه الإنسان بريقه أن يملك مثل هذه الروح في المعارك فتجد المقدام وتجد الناس أصناف لكن أن يأتي ويفرع ويضحك في المعارك هذا شيء هذا شيء عجيب يا أخي بيت أشجاني لأبي تمام في محمد بن حميد غير القصيدة الرأية التي سوف تمر ما نمره يقول فتن كلما ارتاد الشجاع لنفسه ملاذ الغدات الروح يرتاد مضجعا الله أكبر يقول هذا وقت الروح حتى البطل الشجاع يدور مخرج قال تدور أنت مضجعا متى تستشهد في سبيل المفتم كلما ارتاد الشجاع لنفسه ملاذا يدور ملاذا قد ذات الروح يرتاد مضجعا الله أكبر ومجح بالشجاع ومعناس كثير حتى يقول يقول ابن تيميا لماذا أمر الله صلى الله عليه وسلم سؤل أمر الله المؤمنين إذا لقوا الأعداء قال سبحانه وتعالى أيها الذين آمنوا إذا لكتهم فئة فاثبتوا واذكر الله كثيرا لعالكم في الحون قال وهم مشغول يقول السهل مشغول من بالمعركة عن ذكره قال إن من عادة المحبوبين عند لقاية عدائهم أن يذكروا محبوبهم أما سمعت عن طرف الجهل يقول ولك الذكرتك الرماح ولواهل مني وبيض الهندي تقطر من دمي فودت تقبيل السوف لأنها لمعت كبارك ثارك المتبسم ولذلك ساعة لقاء السوف يقول إن تحت كل باركة السوف يعني باركة السوف فتنة إلا من عصم الله وثبتها سبحانه وتعالى وأنت ذكرت عن ترى يا شيخ في قصيدة ذاعة الصيت لما رأيته القوم أقبل جمعهم يتدامرون كررت غير المذمم يدعون عن ترى والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم ما زلت أرميهم بثغرة نحره ولبانه حتى تسربل بالدمي فازور من وقع القناة بلبانه وشكى إلي بعبرة وتحمحم لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ولأ كان لو علم الكلام مكلم صورة عجيبة في المعركة نعم مر بي من أشهر واشجع المقاتل على الإطلاق حتى في الحماش دي المبطوعة مالك بالأشتر النخعي وقد حضر مع عالي في الجمل وحضر في صفين هو كان قوية البنية وشجعا منها العراق نخعي التقى وعبد الله بن الزبير عند جمل عائشة وعبد الله بن الزبير من أقوى ناس وأجعى ناشة فتماسك فأخذ يدور هووية فيقول عبد الله بن الزبير اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي الله والتقى حتى كأنهم أسدين ضاريا لكي هو في الجمل نزل محمد بن طرحة بن عبيد الله وطرحة بن عبيد الله هذه العاشرة رضي الله عنهم خرج متأولا ولقي علي فذكره علي رضي الله عنه بهذا ابن محمد خرج عابدا راهما هو ما خرج يقاتل لكن خرج طعلي أبيه فأقبل الأشتر مالك بالرمح قال لا تقتن رجل أي يقول ربي الله في سورة حميم قال هو وأبيض يقصده هو وأبيض وقال أشعى مقوام بآية ربه قليل الأذى فيما تر العين مسلمين شككت له بالرمح جيبك من صيف خرج صريعا لليدين والفم على شيء غير ليس تابعا عليا ومن لا يتبع الحق يندمي يذكرني حميم والروح شاجر يعني أسوأ طعام فلت لحميم قبل التقدم الله أكبر الله أكبر وقد نتحدث عن جنون الشجاء في مدى المعركة لن نغفل أن نتحدث عن أبي دجانة أحسنت هذا البطل الأنصاري رضي الله عنه إذا حمي الوطيس احمرت عينه وأخرج لفافة حمراء عصابة وربط رأسه قال الأنصار ربط عصاب أبو دجانة رأسه بالعصابة الحمراء انتهوا وقف صلى الله عليه وسلم في أحد قال من يأخذ مني هذا السيف بحقه فرفعوا أيديهم قالوا ما حقوا يا رسول الله قال يضرب به في الأعداحة حتى ينحني فنزلوا أيديهم وقال أبو دجانة أنا فأخذ أبو دجانة وربط رأسه بالعصابة وأخذ السيف حتى أنحن السيف وتكسر الله أكبر ولهذا سبحان الذي يؤتي بعض الناس من الشجاعة واللي قدام الله به عليهم وقد وصف العرب في هذا وصف كثير من أشيخ أنا تذكرت بيته شيخ عفون تذكرت أن رسول أعطاه هذا السيف بأن يضرب به حتى ينحني من الصواعق لدى المتنبي فلا ربما أطر القناة بفارس وثنى فقومها بآخر منهم منهم ونابغة جاء بهذا المعنى يقولوا لا عيبة فيهم غير أن نسوفهم بهن من كراء الكتائب كتائب تورثنا من أزماني ومن حليمة اللي يوم قد جربنا كل التجارب الله أكبر ومن أشجع الناس خالد بن وليد أبو سليمان يقول في بعض الرواية أنه تكسرت في هذه التسعة تشوف الله أعلم هذا مما رويا لكن يكفي هذا التاريخ سيرة خدم الويدي الشيخ أعجازة حقيقة بلا شك لم يستاهل سيف الذي سماه سيف الله المسلول الرسول الله يسمع المنبر في الصحيح سيف الله المسلول خالد سيف من سيف الله سله الله المسيكين حتى بنوا حنيفة ومن أشد الناس فتكا وبأسا مع مسلمة الكذاب يقول شعرهم من وحنيفة جد وطالة لو مكموا أن الخليفة عواد بعواد يا من يرى خالد بالبرد معتجر تحت العجاجة مثل أغطف العادي يقول كان يصوتهم كأنه أسد بين معزة تفر السفوف أمامه وتنهزم رضي الله عنه وأرضاه يقول حافظ إبراهيم بيه يقول وخالد في تسعون معركة مرت محجلة من بعد عشر بناء الفتح يحصيها وخالد في سبيل الله مشعله وخالد في سبيل الله مذكيها ما نازل الفرسة إلا خاب نازلهم ولا رم الروم إلا طاشر راميها الله أكبر الله لن نغفل ذيقار جدا أحسن لن نغفل ذيقار ذيقار لأن فيها ملاحم بطولات هائلة جميلا أو مسعود بن هاني نبدأ عن ذيقار ذيقار هي أول معركة في الجاهلين تصر العرب على فارس فيها والتي قادها هم يعني بكر بن وايل وبن عموتهم بن شيبان ومعهم تغلب وبعض هذول الأسرة الوائليون القبيلة الوائلية هي التي قادت ولهذا العشاء بكري وحضروا المعركة وابن عموتهم بن شيبان كلهم من بكر بن وايل يقول هو في ضد فارس وهزموا فارس يقول لو أن كل معد كان شاركنا في يوم ذيقار ما أخطأهم وصرفوا لما أمالوا إلى أن الشاب بأيديهم من يومنا ببيض فكان من هام يختطفوا لما حضرنا كشفنا عن جمال جميل مننا ليعلموا أننا بكروا فإنصرفوا قالوا البقية البقية والهندية حصدهم ولا بقية إلا السيف فانكشفوا نريد أن نقف عند ذيقار يا شيخ الانتهاء الوقت المتاح لنا في الجزء الأول من الحلقة مشاهدين الكرام ننتقل مع فاصل قصير ثم نعود إليكم فابقوا معنا ومن صاحب الدنيا طويلا تقلبت على عينه حتى يرى صدقها كذبا وكيف التذاذي بالأصائل والضحى إذا لم يعود ذاك النسيم الذي هبى مرحبا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى ونحن نتحدث عن صاعقة المتنبي وقفت وما في الموت شكر لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم ونحن نتحدث عن ساحات الوغاء لن نغفل أن نرسل رسالة حب وإكبار وتقدير وإجلال إلى جيشنا المرابط على حدودنا نفع الله بهم وثبت أقدامهم ونصرهم وأقول لهم رأيتك شامخا كالمعجزات أيا وطنا نحبك كالحيات بمنزلة على الأوطان تسمو كمنزلة السجود من الصلاة فخيرك في فجاج الأرض يسري كضوء الشمس في كل الجهات أتم بنائك في أرض المعالي وأسسك المؤسس في ثباتي بحد السيف ترغيبا وقهرا على متن الجياد الصافناتي جزاه الله عنا كل خير ملم الشعث من بعد الشتات وأورد حوض سيدنا جزاء وأسكن في الجنان الخالدات فهاهم كالذئاب إذا أغارت تريد الفتك ويلا للشيات أغاروا فالقلوب تموت رعبا وأسقطت الرؤوس معفراتي وأصبحت القذائف في الدياجي تلألأ كالنجوم النيراتي نصركم الله وثبت أقدامكم شيخي نريد أن ننطلق من هذه الحماسة تحية لجنود البواسل أسأل الله أن يثبتهم واشترك أني وصلتهم هناك وأدعوك لأن تصلهم أنت بإذن الله نعم وصلت إلى قاعدة الخميس وقاعد عند صاحبك من بني عمر اللواء عمير العمري في جيزان بيضه وجهه وبيضه وجههم جميعا واللواء محمد بن صالح العتيبي وقد انتقل للرياضة الآن كانوا أشاوس لأن يقاتلون عن الدين وعن الوطن بيضه وجههم ويسطرون من ملاحهم فإما حياته نظم الوحي سيره وإلا فموت الله سر العادية رضينا بك اللهم ربا والي بالمصطفى المختار شهما وهادية الله أكبر ولذلك يقول يوم من الدهر لم تصنع عشعة وشمس الضحابة صلعناه بأيدينا الله أكبر هنا موقف مسألة يقول هو المتنبي وقفت وما في الموتشاء كل واكف كأنك في جفن الرداء وهو نائم تمر بك الأبطال كلمة هزيمة وجهك وضحهن وثغرك باسمه محمد بن حميد الطوسي يا شيخ بطل محمد بن حميد الطوسي بن حميد يستاهل أبوه كان بطلا شجعا حتى علي بن جبل عكوك يقول يقول لو لا حميد لم يكن نسب يعد ولا حسب الله أكبر يا واحد العرب الذي شرفت بمقدمه العرب ويمون موت حميد مات يقول من جبل أيضا وصبنا بيوم من في حميد لو أنه أصيبت عرش الدهر أضحت تضعضع الله أكبر وأدبنا ما أدب الناس قبل أنه ولكنه لم يبقى للصبر موضعه الله أكبر وأما ابن محمد فتولى وقاد في حرب الروم وقال احموا ظهري فأخذ يأخذ السوف إذا تحتمي وتكسر كان قوي شجاعا الله أكبر في صلاة العصر تدقوا الرمح في صدره فسار الثياب حمراء وحمل على النعش تحول الثياب الحمراء البيضاء إلى حمراء فدخلوا بالجنازة شهيدا ودخلوا ببغداد وقام المعتصم وقام الناس والنساء على أسطحة المنازم وخرجت العاصمة استقباله الله أكبر فوقف أبو تمام أمام المعتصم والجنازة قال كذا فليجل الخطب وليفتح الأمر الله أكبر فليس لعين لم يفض ماء عذره توفيت الآمال بعد محمد وأصبح في صورة عن السفر السفر فتن كلما فاضت عيونه قبيرة دمى مضحكتان الحاديث والذكر الله أكبر ثوى طاهر الأردان لم تبقى بقعة الغدات ثوى إلا استات أنها كبر وقد كان فوت الموت سهلا فردوا عليه الحفاظ المر والخلق الوعرو الله أكبر ونفس تعاف العار حتى كأنه هو الكفر يوم روعدونه كفر فأثبت في مستنقع رجله الله أكبر وقال لها من تحت أخمصكي الحشر لقد مات بين الضرب والطعن ميتة تقوم مكان النصر إن فاته النصر وما مات حتى مات مضربه سيفي الله أكبر من الضرب واعتلت عليه القنس سمره الله أكبر كأن بني نبهان يوم وفاته نجوم سماء خرى من بينها الله أكبر يعزؤنا في غائل تعزى به العلا ويبكي عليه البدء والشعر والبدء والحضر الله أكبر والله هذه حياة قال المعتصم ما مات من قيلت في هذه القصيدة الله أكبر إذن يا شيخة هناك بيوت شجاعة يتوارثون الشجاعة وهناك بيوت كرم إذا تحدثنا عن بني المهلب المهلب بن أبي صفرة وذرية المهلب جدا هم له أربعة بناء المهلب وكانوا كلهم شجعان وقتلوا جميعا مع العلم أن يزيد المهلب هو قاتل الأعداء قاتل ثم رجع وقاتل الدولة على كذا فقتل في ذلك وأبنائه الأربعة كلهم أسود حتى بعضهم يقول هذا كرام وهذا يقول يصلح للملاحب وهذا للمبارزة سبحان الله متوارثين سبحان الله وذلك حتى الكرم يأتي السلالة والعلم يأتي في السلالة والمواهب قل أن يجتمع في إنسان كل المواهب من نعود إلى مسألة تراد القار مرينا عليه شوية فعلا لم نستكمل ذي قامل يعني العشاء يقول لو كان ذك كل معد كان شاركنا فيهم يذكار مخطاهم وشرفو أنتصروا على فارس وداسوا فارس دوسا عظيم وقتلوا فيها له فجاء أبو تمام بعدها إلى أبي دلف وهو وائلي فقال إذا افتخرت يوم من تميم بقوسيا لأن تميم بدها أخرجت الأسارة من فارس من عند كسرة أخرجتهم برهن دخل حاجب الزرارة على كسرة فقال المترجم قل له من هذا قال أنا حاجب سيد من يتميم قال ماذا يجب قال أخرجت الأسارة اللي عندك قال وما هو الرهن قال القوسي هذا قوس طرمبيل في خشبة بده الهمين فباقي كان قال كسرة عليه فأتى كسرة يقول قال تاخذ خمسين من أساراكم لأنه قطعوا راحنا في هذا قوس ما خشبة طرمبيل فيها كذا مثل نبيط حق تلقين فقال الربيع بن زياد العبسي وكان سكرتير وزير عنده ويعرف من هو حاجب الزرار سيد من يتميم قال يا أيها الملك يا بيت الله لا أتضحك الله أكبر والله أو بأيمانهم لو كسرت هذه كوس لا يقتل من الناس مئة ألف الله أكبر لا يسلمها لشيء لشيء قال هذا الشرف فعلقها وأخرج له الخمسين الله أكبر أتى مرة ثانية بكر بن وائل فتعرضوا لقافلة الكسرة فأخذ منهم خمسين راهم الله أكبر قالوا بكر وائل ما عندنا كوس من كوس بني تميم نستخرج لكن بن واجه الله أكبر فلاقيهم في الذقار فهزموا كسرة وداسوا الخيل وداسوا الفرسان والفرس في ذاك الوقت ما عرفوا العرب ولا عرفوا طباء العرب وما عرفوها الآن في اليمن نعم في اليمن فيقول هو أبو تمام يمدح أبا درف الوائلي إذا افتخرت يوم انتم بقوسها وزادت على ما أسست من مناكبي فأنتم بذقار أمالة سيوفكم بروش الذين استرهنوا قوس عاجل الله أكبر مكارم أقوام متى تقرنوا بها مكارم وقوام تكون كالمثالب إلى آخر مكان فهذا مجد عظيم يعني أخرت لهم الشجاعة والإقدام تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم فليس على الأعقاب تدمى كل أمنا ولكن على أقدام تقدر الدم نفلق هاما من رجال عزة علينا هم كانوا غش وأظلم الله أكبر عق وأظلم حتى يقول كان يقول صلى الله عليه وسلم بسيطة الرمح يقول نفلق هاما فيقول أبو بكر من رجال عزة علينا هم كانوا أعقوا وأظلم في السيرة نفلق هاما وكانوا منها يكمل أبو بكر ويقلب رأس أبي جهر ورأس الوليد ورأس شيبة ورأس عتبة إذن يا شيخ الشعر يشجع الجبان على الإقدام وأعتقد ونحن نتكلم عن صواعق المتنبي أن من أسباب قتل المتنبي شعره عندما فر عندما فر وقال له خادمه مولا صدق تقول أنت نقا إلى الخير والليل والبيضاء تعرفني والسيف والرمح والقباس قال قتلتني قتلك الله الله أكبر وعاد قتل وقتل قل لي في من قتل في سبيل الله لمرضات الله ورفع لا إله إلا الله قيس المخطي ماشيح أنعم قيس المخطي هو أنعم في شعري هو مات أدرك الإسلام ولا مسلم هو من الأوس الأوس يكفيهم منكبة واحدة أنهم أن الأوس الوحيد منهم الذي اهتز له عرشو الرحمن سعد بن معاذ الله أكبر قال حسن وما اهتز عرشو الله من موت هارك سمعنا به إلا سعد أبي هذه الشجاعة وحاضنة الإسلام نعم رضي الله عنه من الأنصار هذا قيس ابن الخطيم أنصاري قصدي أنه من الأوس قبل أن يسمى أنصار إلا إذا نصر الدين وأسلم كان يتقاتل الأوس والخزرج وكان هو بارع في ذلك هجم عليها ثلاثة عشر وهو كان نايم من الخزرج فخرج بالسيف في الحديقة في غلال الثوب النوم وحاسر الرأس بدون درع فقتل سعب مقل ستة وفر البقية جرحهم يقول من ضمن قصيدة يقول بدأ يتغزل في أول يقال تبدأ لنا كالشمس تحت غمامة بدأ حاجم منها وظنت بحاجبي وقاتلهم يوم الحديقة يحاسر كأن يدي بالسيف مخراق لاعبي إذا ما فرنا كان أسوأ فرار صدود الخدود وزرار المناكب صدود الخدود والقنى متشاجر ولا تبرح الأقدام عند التضارب قصيدة طويلة فسار بذكري يعني من ثباتي في المعركة بقيسب الخطيم يا شيخ نختتم هذه الحلقة وسننطلق إن شاء الله في الحديث عن صواعق المتنبي كما أعتدنا في حلقات برنامج الصواعق مشاهدين الكرام كنا مع ضيف الدائم الشيخ عاظد القرني في الحديث عن صواعق المتنبي سنلتقي بكم إن شاء الله في الحلقة القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم أنام من أجفوني عن شواردها ويزهر الخلق جراها ويختصم الخير والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم الخير والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته